أكد رئيس تحالف تقدم في صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أن المشروع الذي يحمله التحالف سينهض بالمحافظة والبلاد نحو آفاق متقدمة في الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد والأعمار وشدد خلال لقاء هفودا عشائريا من جنوب المحافظة أن التحالف تقدم يحمل خريطة عمل متكاملة للارتقاء بالمستوى الإداري والاقتصادي والخدمي في صلاح الدين والعراق دعيا إلى مشاركة استثنائية من قبل أبناء المحافظة لاختيار الشخصية التي اختبرت في الميدان وقدمت الخدمة للأهالي بعيدا عن كل الضغوط والتحديات وجدد الشيوخ ووجهاء العشاء ارتقتهم بمشروع تحالف تقدم لما لمسوه من إعمار وأصلاح يؤكد صدق النواية للنهوض بواقع المحافظة واستحصال حقوق أبنائها